اهلا بكم في قناة كروشيكو لو اول مرة تشوفيني انزل اشتركي في القناة عشان هتحبيها كتير كتير وطبعا اعملي لايك للفيديو لو عجبك ولو بتشوفيني باستمرار طبعا انتو عارفين بقى يلا احلى لايك وشير لاصحابك المهتمين بالكروشيك ولو عندك اي استفسار اكتبي لي في الكومنتات وقلي لي كمان بتتبعيني من انهي بلد ركز الاول معي كده في الكلمتين دول لانهم مهمين جدا جدا عايزة شغلك يكون مرتب والغرز تكون فوق بعضها بالشكل اللي انت شايفي ده وما يبقاش فيه فراغات في الشغل يبقى اول حاجة لازم تشتغلي بابرة مناسبة وتاني حاجة لازم تشتغلي بغرزة الحشو اكس تالت حاجة لازم تركزي جدا في مكان الغرز واعدادهم في كل سطر رابع حاجة لازم تشتغلي تحت الحلقتين في كل سطر تحت الحلقتين الا لو انا قلت عكس كده خمس حاجة لازم تحشي القطعة فيبر كويس جدا سادس حاجة الفيديو مليان ملاحظات تانية هتسمعيها وكلها في وقت انزل عملي لايك ويلا نبدأ ونقول بسم الله مبدئيا كده الاساسي معنا هنحتاجه هو طوق شعر بالشكل ده ده انا جايباه بخمس تشر جنيه في وقت ما الفيديو هينزلكه دلوقتي وقيتاني ده غير توكتين دول دول اطعام من توكة قديمة عندي هتلاقيهم موجودين عندك ركنهم في اي حتة نسيهم توكة قديمة اك موجودة موجودة في كل بيت متقلقوش وقيتاني واحتاج خيط باللون الورنج الفاتح وخيط باللون تقريبا ده واللون الاسبت واللون الابيض طبعا مش هحتاجي الكمية دي كلها انا هحتاجي شوية بسيطة من كل حجم النور وده غير طبعا ابرة التنظيف اساسي برضو معنا وابرة الكروشي مقاس زيرو هستخدمها مع الخيط ده ده خيط همالية اول حاجة هعملها هو الخيط الورنج هعمل بيه الرجلين هعمل من الرجلين كتعتين طبعا عملت عدد بديه وبعدين هعمل سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سلسل بعد ما عملت ست سلسل هسيب اول واحدة وهسيب التانية وتحفظي مكان التانية ديت عشان هتحتاجيها في اخر السطر وهشتغل في التالتة حشو. وفي الرابعة حشو. والخمسة حشو. واخر سلسلة اشتغل فيها تلات غرص حشو. ويحط اتنين تلاتة يعني تزايد سلسل. بعد كده لاحزتي ان الشغل لف معك هتمشي معاه. وهتشتغل خشو. ان كل ده لسه في السطر الاوليني. دي في الغرزة اللي بعد الغرزة اللي قبل الغرزة السابقة اللي هي الغرزة الخامسة. بس من من الجنب التاني. وبعدين الغرزة الرابعة. وبعدين الغرزة التالتة. كده وصلنا للسلسلة رقم اتنين اللي قلت لك احفظي مكانها عشان هنستخدمها في اخر السطر. هتشتغل فيها تزايد سلاسي. واحد اتنين. تريتا في نفس المكان. هده دلوقتي اشتغل السطر التاني. ابدأ بتلات ورس حشو. ويحط. غرزة اللي جنبها دي الغرزة التانية. وبعدين تلاتة. بعد كده هشتغل في الغرزة الرابعة. هشتغل فيها تزايد سلاسي. ويحط. اتنين. تلاتة في نفس المكان. وبعدين غرزة حشو. وبعدين تزايد سلاسي. واحد. اتنين. تلاتة. بعد كده هشتغل ثلاث غرز حشو. تلاتة. غرزة كمان. يبقى كده انا اشتغلت اربع غرز حشو. وبعدين هشتغل تزايد سلاسي. اتنين. تلاتة. وبعدين اخر حاجة. غرزة حشو واحدة. كده انا خلصت السطر التاني معي فيه تمنتاشر غرزة حشو. هبدأ دلوقتي اشتغل السطر التالت. هبدأه اربع غرز حشو. وبعدين تزايد سلاسي. بعدين تلاتة حشو. بعدين تزايد سلاسي. بعدين ستة حشو. بعدين تزايد سلاسي. بعدين اتنين حشو. كده مجموع الغرز. السطر كله اربع وعشرين غرزة حشو. هستغل السطر اللي جاي. في الحلقة الخلفية. باني هعمل منزلقة تحت الحلقتين. وهرتفع سلسلة. بعد ما ارتفعت سلسلة هدخل في الحلقة الخلفية. لنفس المكان اللي دخلت عملت فيه منزلقة. وهشتغل السطر كله حشو سابت. يعني اربع وعشرين. غرزة حشو. في الحلقة الخلفية. بعد ما خلصت السطر كله اربع وعشرين غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هدخل في اول غرزة. هشتغل منزلقة. وهرتفع سلسلة. وهشتغل في الحلقة الخلفية برضو. لنفس الغرزة. هبدأ اشتغل هنا. ده اول سطر. هشتغل آآ اربع حشو. واحد. اتنين. بعد ما اشتغلت اربع حشو. في الحلقة الخلفية السطر كله فيبقى شغله في الحلقة الخلفية. وبعدين اشتغل تناقص سليسي. بعد كده هشتغل تلاتة حشو. وبعدين تناقص سليسي. وبعدين ستة حشو. تناقص سليسي. بعد كده. بعد ستة حشو. وبعدين. اتنين حشو. واحد. اتنين. كده مجموع الورز في السطر ده. تمام تشر ورزة حشو. اشتغل دلوقتي السطر السادس. دخلت في اول ورزة. وهبدأ اشتغل تلات ورس حشو. واحد. اتنين. تلاتة. كل السطر ده كله ده حتى الحلقتين. وبعدين تناقص سليسي. وبعدين حشو. وبعدين تناقص سليسي. وبعد كده اربع غلص حشو. وبعد كده اخر حاجة في السطر. تناقص سليسي. وحشو. اتنين. تلاتة. وغرزة حشو. كده انا خلصت السطر السادس. مجموع الورز فيه اتناشر وغرزة حشو. اشتغل فيه تلاتة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. وتناقص سليسي. واحد. اتنين. ثلاثة. ثم مع بعض سنعمل التناقص سليسي. وبعدين هعمل تلاتة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين تناقص سليسي. ورفع الخيط. بالشكل ده. سيب سوية شوية خيط حلوين كده عشان هخيط بهم. هقفل بهم الجزء ده. وهخيط بهم الرجلة بعد كده في الجسم. اخلع الخيط من الحلقة. وحطه. لا مش هحطه دلوقتي. هجيب الخيط الاسود عشان ابدأ اعمل آآ صوبة بالشكل ده. هدخل عندي المكان بتاع التناقص. بتاع السطر السيدس. شايفين على البنية? بتقول لنفس المكان. بقى نعدي التناقص اللي جميلها. بهذه كده. خطيت الخيطة في قبلة التنظيف. ابدأ اخيط الحلقة الامامية. بدا. اشتركوا في القناة. كده اكون خلصت الرجلين. هبدأ دلوقتي اشتغل الادين. هبدأ دلوقتي اعمل الادين. هعمل منها برضو قطعتين. انا عملت قطعة وده الكاميرا. بالشكل ده. قطعت طانية اعملها معاكم. اعملت عودة بداية. هشتغل جواها. بعد ما عمل سلسلتين. هشتغل جواها تمن قرص حشو. بعد كده هشتغل من السطر التاني لغاية السطر الرابع غرز حشو. ثابت من غير اي تزايد ولا تنقص. خد يبالك احسن الشغل يقلب معاكي. خلي الغرز في نفس الاتجاه كلها. ما تخليش مقلوب. كده. بعد ما اشتغلت تلات سطور سيبت. هدخل في اول واحدة. اشتغل منزلقة. بالشكل ده. سلسلة ورفع الخيط. واقص الخيط السيد. بعد كده هدخل في الغرزة الاخيرة اللي هي قبل المنزلقة. وهياخد الخيط بعد ما عملت بي عقدة بداية وقفلتها في سلسلة. بالشكل ده. وبعدين هعمل سلسلة. هدخل في نفس المكان. واشتغل. تزيد. وبعد كده هشتغل تلات غرس حشو. بعد التلاتة حشو هشتغل تزيد. وبعدين تلاتة حشو. بعد كده هجيب الخط الاسود وهبدأ حد مكان الصورة. هشتغلها من السطر التاني. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السطور من السطر السادس لغاية السطر الرقم التلاتة عشر. يعني هشتغل تمن سطور سابت من غير تزيد ولا تنقص. هدخل في اول غرزة وابدأ اشتغل سطور السابت. بعد ما خلصت التمن سطور سابت. هدخل تحت الحلقتين اول غرزة واعمل منزلقة. بعد من سلسلة واشفها على الخيط. نش هسيب كثير لان انا مش هخيطه في الجسم اللي هعمله. يعني هشتغل على الايد مع الجسم. مش هخيطها خالص. كده انا خلصت الايدين كمان. هشتغل دلوقتي جديد. ابدأ باللون ده. ابدأ اعمل عقدة بداية. وبعدين اشتغل بعدها واحد اتنين تلاتة. كده بعد ما اشتغلت اتنشر سلسلة. هدخل في اول واحدة. وهعمل منزلقة. وهتفع سلسلة. وادخل في نفس المكان. وهبدأ اشتغل اتنشر غرزة حشو. فوق كل سلسلة غرزة حشو واحدة بس. بعد كده هشتغل سطرين سيبت. فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. يعني في كل سطر اتنشر غرزة حشو. بعد كده هدخل في اول غرزة. هشتغل منزلقة. والسلسلة. ورفع الخيط. وهجيبي الخيط الاورنج. هكمل بي بي ايد الديل. عملت عقدة بداية وسلسلة. وبعدين هدخل في الغرزة الاخيرة. عملت سلسلة. وهدخل اعمل حشو في نفس المكان. وبعدين في غرزة المنزلقة اللي جنبها هدخل اعمل حشو. في الغرزة اللي وراها. هعمل حشو. كده هنشتغلت تلات ورس حشو. هشتغل الورسة الرابعة. وبعدين هشتغل تنوكس. وبعدين اربع غرز وطنوكس. واحد. بعد كده اشتغلت عشر سطور زي بيت. والمفروض عادل كده. انا تانيته بادي. هدخل احط البركر عند بداية السطر. هنشتغل غرزة حشو. والتانية. وعدين غرزة نص عمود. وتنوكس بغرزة عمود بلف. بعدين نص عمود. ادنين حشو. وعدين تنوكس بغرزة الحشو. بعد كده اشتغل السطر الجديد. حشو. والتانية حشو. والتلتة نص عمود. بعدين عمود بلفة. بعدين نص عمود. بعدين تلتة حشو اخر حية في السطر. بعدين كده هبدأ اشتغل تمن سطور ثبت. آآ بغرزة الحشو. وكل سطر تمن غرز حشو. بعد ما خلصت الثمان سطور ثبت. هشتغل في السطر الجديد. غرزة حشو. وبعدين نص عمود. وبعدين هعمل تنوكس بغرزة العمود بلفة. بعدين نص عمود. نص عمود. نص عمود. نص عمود. نص عمود. بعدين نص عمود. اشتغل الخمس السطر الجديد. سابط من غرزة ازاد وغرزة الحشو. بعدين نص عمود. خمس سطور سابط. اشتغل السطر اللي بعدين كده. اول غرزة تناقص. وبعدين اربع غرز حشو. ارفع الخويت كده. وقصه. احطه في برض التنظيف. احطه في برض التنظيف. اشتغل القسم. عملت عدد بداية. وبعدين سبعة ثلاثل ثلاثة اربعة خمسة. بعد كده هسيب اول غرزة والتاني غرزة وهدخل في التالتة. واشتغل حشو. والغراها حشو. نتاني حشو. تالت حشو. ربع حشو. وبعدين اشتغل تزايد سليسي. بعدين هلف الشغل كده. واشتغل تحت الغرز بالشكل ده. واحد اتنين. تالتة. اربعة. وهشتغل في السلسلة التانية اللي سبتها في اول هشتغل فيها تلاتة غرز حشو. سطر التاني. اشتغل فيه. اربعة حشو. واحد. اتنين. بعد كده هشتغل تلات غرز تزايد. ده اول غرزة تزايد. غرزتين في نفس الغرزة. تاني. غرزة تزايد. وتالت غرزة تزايد. بعد كده هكرر تاني. اربعة حشو وتلات غرز تزايد. بعد كده هشتغل السطر التالت. اربعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعدين هكرر تزايد تزايد. وحشو. تلات مرات. تزايد. هي اول واحدة. وحشو. دي اول مجموعة. تزايد وحشو. وبعدين هكررها تاني مرتين كمان. بعد كده هشتغل اربعة حشو. وهكرر برضو من ناحية التانية تزايد وحشو. هكررها تلات مرات. سطر الربعة اشتغل في اربعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعدين هكرر المجموعة بتاع اتنين حشو. وتزايد. هكررها تلات مرات. واحد. اتنين. وتزايد. بعد كده هشتغل اربعة حشو. واتنين حشو تزايد. اللي هكررها تلات مرات في الجنب التاني. يعني اربعة حشو لوحدهم. وبعدين هكرر المجموعة بتاعت اتنين حشو وتزايد. تلات مرات. بعد كده هبدأ السطر الجديد. اللي هو السطر الرقم احد اتنين تلاتة اربعة. السطر الرقم خمسة. هبدأ اشتغل فيه. تزايد. انا عايز امركر الاول عشان ما لغبطش السطور على بعد. اشتغل تزايد. وتلاتة حشو. وهكرر التزايد والتلاتة حشو. كده اربع مرات. لغاية لما وصل في الجنب ده. هشتغل تزايد واربع حشو اربع مرات. بعد ما قررت التزايد والتلاتة حشو اربع مرات. هشتغل دلوقتي اربع غرص حشو. وبعدين هشتغل تزايد وتلاتة حشو. هكررهم تلات مرات. هشتغل دلوقتي السطر السادس عبارة عن اتنين حشو. واحد. اتنين. وبعدين تزايد. وبعدين اتنين حشو. بعد كده هشتغل مجموعة اربع حشو وتزايد. هكررها تلات مرات. بعد كده هشتغل اربع غرص حشو. وبعدين اربع حشو وتزايد. هكررهم تلات مرات في الجنب التاني. هبدأ اشتغل بعد كده السطرين اللي جايين سابت. من غير تزايده لتنقص. جبت الديل وهبدأ اشتغله بالسطر. آآ الديلت انا اشتغلت كده سطرين سابت. اشتغل حشو. بعدين هجيب الديل. هجيب كل غرزتين بقصد بعض. بالشكل ده. واخدهم مع الجسم. اول غرزة. الغرزة التانية مع لجنبيها. تاني غرزة. التالتة مع لقصدها برضو. ربع غرزة. وهكذا على الست ورس كلها. كده خلاص بعد ما اشتغلت على الست ورس هبدأ اشتغل باقي السطر حشو عادي جدا. بعد ما خلصت السطر بتاع توصيل الديل هبدأ دلوقتي اخيط الرجلين. بصوا اخيطها بالشكل ده. سبعة. بالشكل ده كده. تمام. دخلت الخيط في برزة التنظيف. بغدا ان انا سبت قدية بالشكل ده. اخيط كده. جان كده انا قلت اخيط. دلوقتي. جانت ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اخيط ترجمة نانسي قنقر اخيط 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 اشتركوا في القناة 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 كده خلصت التناقصات واشتغلت سطر ثابت بعدهم السطر بتاع التناقصات ده والسطر الثابت اللي وراه كل سطر فيهم كان عدد الورس فيه ستة وتلاتين غرزة حشو السطر اللي بعد كده هبدأ اشتغل فيه حشو وتناقص هكررهم ستة مرات خشو تناقص دي كده اول مرة معي وبعدين حشو وتناقص حشو وتناقص لغيتنا يبقى معي ستة مرات حشو وتناقص بعد ما خلصت حشو وتناقص ست مرات اشتغلت بعدهم ست ورس حشو وبعدين هشتغل حشو وتناقص أربع مرات حشو وتناقص هكررهم أربع مرات في السطر بعد كده اشتغلت خمس سطور ثابت وهبدأ ان انا اشتغل بعدهم السطر الجديد ثمان ورس حشو ويحط اثنين بعد ما خلصت التمن غرز حشو انا عايزة اوصل ايدين بشكل ان هي تكون عاملة كده عشان تمسك الزردين من الجنب تمام طب ده هعمله ازاي بصوا اخر غرزة عملتها اللي هي غرزة المنزلقة دي معنا هاخر غرزة في الايد اللي هي غرزة المنزلقة الغرزة الاولية مش هحسب لان انا دخلت فيها وعملت منزلقة فهنا هحسب الغرزة المنزلقة ودي اللي جنبها اللي هي الغرزة بدات السطر الجديد واحد دي التانية تالت غرزة ربع غرزة خمس غرزة يعني انا هبدأ اشتغل من خمس غرزة بس من جو كده انا خلصت زي ما قلت لكم الورزة التامنة وهبدأ اعد واحد اتنين دي المنزلقة الاولى دي المنزلقة والتانية اللي بعدها تلاتة اربعة خمسة وادخل في الورزة الخمسة بالشكل ده وبعد كده ادخل في الورزة اللي عليها الدور في الجسم وبعدها اعمل ورزة حشو بعمل الحشو يضم اليد مع الجسم دي الغرزة اللي جنبها هدخل فيها وفي الجسم واعمل حشو دي تانية غرزة دي الغرزة وادخل في الجسم وربع غرزة وادخل في الجسم برضو وبعدين اخر غرزة اللي هي غرزة المنزلقة بالشكل ده دخلت فيها وادخل في الجسم واعمل حشو ده شكل اليد معي بعدها ما شبكتها بالجسم هبدأ ان انا اشتغل دلوقتي آآ ست غرز حشو على الجسم بس بتصدقوا بقى انا متحمسة جدا اشوف شكله ان هي اكتر منكم كمان ده لو انتم متحمسين يعني بس انا على نفسي متحمسة جدا لان نبصوا تفاصيله فزيعة 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 مهم بعد ما عملت ست غرز حشو همسك اليد التانية واشتغلها منين لفين باقي يا طارو من بعد لأ من غرزة المنزلقة وارجع لقبلها تمام يعني انا هبدأ بغرزة المنزلقة اهي بس من جوه انا بشتغل من جوه مش هشتغل من برس وبعدين هبدأ ان انا اوصلها بالجسم بنفس طريقة اليد اللي فاتت اهي الفرق ان انا في اليد اللي فاتت ختمتها بغرزة المنزلقة في اليد دي انا بدأت الشغل بغرزة المنزلقة وبرضو هوصلها بخمس غرص وبعدين هيتدقى في اخر السطر غرزتين حشو هشتغلهم لوحدهم كده خلصت السطر هبدأ السطر الجديد هبتديه برضو بتمن غرز حشو وبعدين هشتغل على اليد على الخمس غرز اللي من فوق بس مش هوصلهم بالجسم هشتغلهم لوحدهم اهو بالشكل ده بعد ما خلصت التمن غرز حشو هبدأ اشتغل على اليد بس مليش دعوا بالجسم هشتغل على اليد بس خمس غرز حشو واحد وبعدين اربعة وخمسة وبعدين هشتغل على الجسم ست غرص حشو وعال ايد الثانية من فوق خمس غرز حشو وبعدين غرزتين حشو في النهاية كده بعد ما وصلت اليدين هبدأ السطر الجديد ابور عن ايه بقى دعوا نشوف السطر الجديد عبارة عن اتنين حشو ويحط اتنين وبعدين تناقص وبعدين هشتغل حدوشر ورزة حشو بعد ما خلصت حدوشر حشو هشتغل تناقص وبعد كده هشتغل تسع ورز حشو دلوقتي بعد ما حشيت الجسم فيبر بالشكل ده هبدأ دلوقتي اشتغل سطر جديد بعد السطر اللي اشتغلت فيه اه اتنين حشو وتناقص ووحداشر حشو وتناقص وتسع حشو هبدأ دلوقتي اشتغل اربع حشو وتناقص هكررهم اربع مرات في السطر كله اربع حشو وتناقص كده بعد ما خلصت سطرين ثابت بعد السطر اللي اشتغلت فيه اربع حشو وتناقص اربع مرات هشتغل دلوقتي السطر الجديد هشتغل فيه اربع حشو تزايد اربع مرات واحد اتنين بعد كده هشتغل السطر اللي بعديه تزايد وتلاتة حشو واحد اتنين تلاتة واكرر المجموعة دي ستة مرات اللي هي تزايد وتلاتة حشو واكررها ستة مرات في السطر كله هيبقى معي في الاخر مجموعة الغرز تلاتين غرزة حشو كده بص يعني يعتبر الرجم الخلص سطر اللي جاي هبدأ اشتغل فيه اربعة وشر غرزة حشو واحد بعد الاربعة وشر حشو اشتغل تلات غرزة زايد واحد واحد اتنين تلاتة وبعدين هشتغل ست غرز حشو بعد الستة حشو هشتغل تلات غرز تزايد وبعدين اربعة حشو واحد بصوا كده حشيت الجسم في برطني واشتغلت سطر ثابت بعد كده هشتغل السطر الجديد قبارة عن ايه قبارة عن اربعة وشر حشو واحد اتنين بعد ما اشتغلت اربعة وشر حشو اشتغل دلوقتي تزايد وحشو واكررهم تلات ملات تزايد وحشو بعد التزايد والحشو اللي قررتهم تلات ملات اشتغلت بعدهم ست غرز حشو وبعدين هشتغل تزايد وحشو تلات مرات كمان وبعدهم اربع غرز حشو كده بعد ما عملت سطر ثابت هي برضو اتنين واربعين غرزة حشو هشتغل دلوقتي السطر اللي جاي اربعة وشر حشو واحد واحد اتنين بعد كده هشتغل تناقص وحشو تناقص الحشو اكررهم تلات مرات بعد بعد التناقص والحشو تلات ملات هشتغل ست ورس حشو وبعدين تناقص وحشو تلات مرات وبعدين اربع حشو بعد ما خلصت السطر زي ما قلت لكم بدأت السطر الجديد باربعتاشر غرزة حشو وبعدين هشتغل تلات ورس تناقص اجي اول تناقص تاني تناقص وتالت تناقص بعد التلاتة تناقص هشتغل ست حشو وبعدين تلاتة تناقص تاني وبعدين اربع حشو هيا المجمع الورز في السطر الده تلاتين ورزة حشو بعد ما خلصت السطر هشتغل السطر اللي بعد كده تناقص وتلاتة حشو وهكرر التراقص والتلاتة حشو ست مرات تناقص وتلاتة حشو بعد كده انا اشتغلت تلات سطور ثابت بعد التلات سطور ثابت هبدأ اشتغل السطر الجديد اتنين حشو وتناقص هكررهم ست مرات واحد بعد كده هشتغل السطر اللي بعديه عبارة عن تناقص وحشو هكررهم ست مرات في الخطوة دي بصدقت حشية الرز كويس جدا بالشكل ده هدى دلوقتي اعمل السطر اللي جاي ستة تناقص بعد ما خلص عملت ست ورز تناقص هبدأ ادخل الخيط في ابرز التنظيف وهقفلو كويس جدا اشتغل اشتغل